مزقت شملهم الحرب وضعف معاناتهم الحصار الحوثي وأصبح يفصل بينهم وبين عائلاتهم حواجز لا يمكن اجتيازها في شمال حجة شتات فرق أطفالا وأمهات وآباء بعد أن جبلوا على النزوح المتعدد لتجد الأسر الواحدة متفرقة في مناطق عدة حصار أحد ضحايا الطفل عبد الرحمن خوري الذي يقطن مع جده في مديرية حيران لم يرى والدته وإخوته منذ ست سنوات ويفتقد والده منذ عشر سنوات لي من أبوي عشر سنين ولي من أمي ثت سنين أنا مشتاقلة بأمي بدني أعلقاهم تواصل بالتلمون في مدة شهرين شهر يقولوا لي هون مشتاقل لي وانا مشتاقل لهم ما بيشترك نتلاك هو الشوق لأحبة طال فراقهم لسنوات فخلال رحلة النزوح تفاجأ جد عبد الرحمن بقطع الطريق الفاصل بين الأم وابنها من جميع الاتجاهات ظل منتظرا متى تسنح له الفرصة بلم شمل حفيده البالغ السبع سنوات بوالدته وإخوته ولكن دون فائدة فتوالت السنوات سنة تلو أخرى والحصار الحوثي يفصل بين الأهل والأحبة لا استطاع أن تروح سنة ولدها والولد استطاع يروح سنة أمه والولد لا راح استطاع شام سنة أبيه ولا بوه استطاع سنة ولده الدنيا محاصرة فهم تقول لا لا أمقوها تباقي عندي ديرون عندي مبسوط ما عنده خلال مع رعية أنا من راعي فيها ويارد لنا موية ويشير لنا موية إلى جوار عبد الرحمن تعيش مئات العائلات النازحة على مدى سنوات من الحصار الجائر الذي فرقهم عن أبنائهم وذويهم يأمل الأهالي أن تتوقف معاناتهم وأن يلتم شملهم أنا كممسل المديرية يوجد عندي في المديرية عشرات الحالات من هذا النوع الغير مصحوب بذويهم فناشد المنظمات والأهل الخير لفتح الممرات لحل مشاكل هؤلاء المصر ليست سنوات لا أقدر آصل ولا شيء أتمنى أن أقدر آصل على أخواني وعلى أهلي لا أبغى عندهم وأناشد جميع المخصوات أنهم يطالبوا عشان فتح الموء التواصل يعني بيننا وبين أهلنا نخرج عندهم حصار حوثي جائر على سكان شمال محافظة حجة فاقم من معاناتهم على كافة الصعود المعيشية والاقتصادية خلال سنوات يكابدون الفاقة والاحتياج داخل أكواخ من القش بالإضافة إلى مآس الفراق وتمسيق شمل العائلات